ازمات من كل حدب وصوب تنهج في موارد سوريا الرئيسية في وقت يبيع به الاسد ما تقع عليه يداه من المرافق الحيوية السورية غير آبهم بغرق الليرة واتفكك المنظومة الاقتصادية رغم ذلك يبقى الاسد متربعا على عرش سلطته المرهونة للقوى الخارجية التراجع الذي اصاب الارا السورية في الاوينة الاخيرة مع الدخل المنخفض وعجز البنك المركزي عن ايجاد الحلول عمق المشكلات الاقتصادية في الحياة المعيشية للمواطنين القاطنين في مناطق سيطرة الاسد حتى مع التحسن الطفيف الذي اصاب العملة السورية حيث اصبح سعر الصرف اثني عشر الف ليرة مقابل الدولار الواحد بدلا من ثلاثة عشر الفا لتبقى المشكلات الاقتصادية قائمة وفق موقع الليرة اليوم ووفق ما نشر موقع الاناضول عن اقتصاديين مراقبين لوضع الليرة فانما اصابها من تحسن مؤقت لن يستمر طويلا حتى تعاود الليرة الانخفاض مجددا مشيرين الى ان هذه العملية حلثت بالفعل عدة مرات في وقت سابق الوضع الاقتصادي المترد في مناطق سيطرة الاسد دفع الموظفين الى ترك العمل والبحث عن بدائل وعلى رأسها الهجرة حيث قالت صحيفة تشرين الناطق باسم النظام ان 1800 استقال قدمها موظفون في دماشق وريفها فقط خلال الاشهر الست الاولى من عام 2023 مشيرة الى ان معدل الاستقالات من الوظائف الحكومية في تزايد وهذا ما يؤكد عليه الخبر الاقتصادي الموالي عدنان صلاح اسماعيل بان عجز الاسرة في مناطق سلطة الاسد وصل حتى 3000 بالمئة في مقال نشره على موقع المشهد الموالي على صعيد اخر وبفعل الضائقة الاقتصادية التي تمر بها سلطة الاسد اوقفت شركات ومؤسسات اصنافا كثيرة من منتجادها لتزيد بذلك عدد السلع مفقود من سوق مناطق سلطة الاسد الامر الذي يقلل من عائدات الحكومة التابعة للاسد ومع التحقيقات التي نشرتها صحف غربية حول احتمالية فشل التطبيع العربي مع الاسد والمشكلة في ادخال البضائع من دول الجوار مثل الاردن واستمرار تدفق المخدرات من مناطق الاسد الى الاسواق المجاورة تزداد معاناة السوريين على كل الاسعدة